ومع تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد يشهد العالم حالة استنفار ما دفع عددا من بلدان العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية قصد الحد من تفشي هذا الفيروس تتواصل الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم ففي الصين تم تسجيل 31 حالة وفاة جراء الفيروس اليوم لتتجاوز الحاصل الإجمالية حاجز 3000 حالة وفاة مع زيادة طفيفة بعدد الإصابات نائب وزير المالي الصيني في خطوة لتدعم الجهود في مكافحة تفشي الفيروس أعلن أن بلده خصصت نحو ما يعادل 16 مليار دولار اندونيسيا التي أعلنت عن رصد حالتي إصابة مؤكدتين قررت منع دخول أو عبر الزوار الأجانب الذي نزار المدن التي شهدت تفشيا لفيروس كورونا خلال الـ 14 يوما الماضية على غيرار إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ بعد وفاة مواطن أصيب بفيروس كورونا كما تحاول الولاي الوصول إلى أكثر من ألف مسافر عادوا من رحلة بحرية سياحية من سان فرانسيسكو إلى المكسيك هذا وقد ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 11 حالة إلى هدود يوم أمس وفي ألمانيا قال معهد روبرت كوخ لصحة العام اليوم إن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع في يوم واحد إلى 109 حالات وتتركز معظم الإصابات في منطقة نوردراين فيستفاليا الغربية وهي أكثر مناطق ألمانيا سكانا ووصل عدد الإصابات بها إلى 175 حالة السلطات الصحية في اليونان أعلنت اليوم عن حالة الإصابة العاشرة بفيروس كورونا وأمرت بإغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة في ثلاثة أحياء بغرب البلد اعتبارا من اليوم كإجراء احترازي إيطاليا أيضا قررت غلق المدارس بداية من اليوم لمدة عشرة أيام في خطوة لتدعم جهدها لمواجهة تفشي فيروس كورونا فيما خيرت المدارس والجامعات في الإمارات اتباع مبادرة التعلم عن بعد لمواجهة فيروس كورونا الإمارات التي أعلنت عن تسجيل 27 حالة شفيت منها خمس حالات فيما طالبت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بتجنب السفري في الوقت الراهن كما أعلنت الجزائر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 17 حالة بعد تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بالفيروس